بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس أنا عارف ومتأكد أن النهاردة في ناس كتيرة جداً مستني أنا حوله عارف أن كثير من الأهلوية ودايماً وأنا بتكلم مع حضراتكم هتكلم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح وموقفي هيبقى واضح موقفي هيبقى واضح دايماً لما قبل مثل هذه الأمور لأن أنا مش متعود عليها ولا أنا ولا جمهور النادي الأهلي كتير جداً من جمهور الأهلي بنتكلم مع بعض في التليفونات أنا بتكلم مع الناس كتيرة جداً في التليفونات على قد ما بقدر على مواقع التواصل الاجتماعي بحاول أن أنا نتواصل مع كثير من جمهور الأهلي اللي عرفهم واللي ما عرفهمش ليه؟ عشان أوصل أن أنا أطلع أتكلم مع حضراتكم بشكل يتناسب مع الموقف اللي أنا فيه مش اللي أنا فيه للنادي الأهلي أكيد خسارة صعبة محدش أبداً يتقبلها من جماهير النادي الأهلي أو لكل من ينتمي للنادي الأهلي لأننا كلنا كنا ننتظر فوز مهم من لعبة النادي الأهلي وليست هذه الخسارة المؤلمة غياب تام للعبة النادي الأهلي على مدار شوطي المباراة باستثناء بير ستاو الحقيقة يعني هو الوحيد اللي كان بيلعب بروح الفانيلا الحمر معروفة ووضحة من غير روح ومن غير قتال ومن غير إسرار طبيعي تكون هذه الخسارة المؤلمة الكل هو السبب مش الجهاز الفني جهاز فني ولاعبين بس الحقيقة الجميع أصر في جنوب أفريقيا الجميع زعلنا في جنوب أفريقيا على كل اللاعبين أن يدركوا تماما قيمة النادي الأهلي وهنا فيه رسالة مهمة جدا جدا لللاعبين لازم تعرفوا أن أنتوا في النادي الأكبر في مصر وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط وأن الخسارة دي مش مقبولة عندنا ولا عنده جمهور النادي الأهلي إحنا مش النادي اللي بيخسر بنتيجة كبيرة مرة أو مرتين في سنين قريبة والموضوع يمشي عادي ونتقبل الموضوع أبدا أنتوا بتلعبوا في النادي الأهلي يعني لازم تموت نفسك طوال 90 دقيقة وكل المتشاط بعيدا عن أي ضغوطات أنا ولا حتكلم في الساعة 3 الظهر ولا حتكلم في مسافة رحلة ولا حتكلم في إرهاق ولا حتكلم في كل هذا الأمر لكن يجب أن يكون هناك تصحيح للمصار ولازم ترجعوا تاني وتصلحوا جمهوركم لأن اللي حصل مبارح غير مقبول لعبت النادي الأهلي عليهم دور كبير جدا في العودة خلال الفترة اللي جاية حدش يقول لي تعبان محدش يقول لي مرحق على الرغب من أنا كراجل لعبت كورة مقتنع بهذا الكلام ولكن مفيش كلام أو مبررات تقال في هذا السياق أبدا خلال هذه الفترة التعويض حيكون بالفوز في المطشين اللي جايين التعويض حيكون في حالة التأهل مش حالة التأهل حالة الفوز بهذه البطولة أو الوصول لهذه المباراة النهائية أو للمباراة النهائية والفوز بالدوري وكمان الفوز بالكاس مفيش أي مجال لأي انكسارات خلال الفترة اللي جاي وهنا أنا بقول لي زميلي زميلي اللاعبين اللي أنا كنت واحد منكم وأنتوا عارفيني كويس وأنا عارفكم كويس جدا كلنا تشرفنا إن إحنا نلعب بشعار النادي الأهلي ولبسنا في نلة النادي الأهلي مش متعود إن أنا أتكلم مع حضراتكم أو مع لعبت النادي الأهلي على الملأ وكلامي دايما بيكون بيني وبينهم لكن دلوقتي والنهاردة لازم الناس كلها تسمعنا المرة دي لازم مصر كلها تسمعنا انتوا مش انتوا مش انتوا الرجال اللي عارفين قيمة قميس النادي الأهلي وقيمة جمهوركم وناديكم مش انتوا اللي فرحتونا مش انتوا اللي جبتونا البطولات اللي انتوا جبتوها خلال الفترة اللي فاتت مش انتوا اللي كنتوا موجودين في الملعب مبارح أنا هنا بكلم زميلي واصحابي اللي هم مني وأنا منهم حافظوا على الفريق جمهورنا كلها محملاني أمانة نلعب رجالة ونموت نفسنا في الملعب المباراتين القادمتين النتيجة دي على ربنا كنت حقدر أطلع أقف معاكم وأقول إنه إجهاد على رغم من أن أنا مقتنع بموضوع الإجهاد وموضوع الإرهاق وأنا آسف إن أنا بقول هذا الكلام أنا عارف إن الكلمة دي هتتخد وعودة تشتم عليها ولكن هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة فيه إجهاد وفيه إرهاق آه ولكن لو كنا يعني لقدر الله لقدر الله اتعدلنا مثلا اتغلبنا ثلاثة اتنين خمسة اربعة زي ما بيحصل لكن ليس هذا هو السبب الأساسي بعد اللي احنا شفناه مبارح النتيجة على ربنا إنما يبقى ولا لعب ولا نتيجة ولا قتال ولا روح مش الأهل اللي يحصل فيه كده فوقه فوقه وعرفوا أنتوا بتمثلوا مين وبتلعبوا باسم مين أنتوا بتلعبوا باسم النادي الأهلي اعدل الشعار اللي تشيرتي كده وبصوا لاتشيرتي وقول شوف كم نجمة فوقه وكم نجمة تحت من 1907 وحتى الآن اللي بيحصل ده أنا ما شفتوش ومش عايزة أشوفه أنا كجمهور الأهلي بتكلم أنتوا هذا الفريق هو اللي جاي باتنين أفريقيا واتنين تالت العالم برونزية العالم فوقه أنتوا أبطال وما ينفعش تقبلوا على نفسكم كده ولا على ناديكم كلنا وراكم وحنفضل معاكم لأنه مش ده هو وقت الحساب مش ده هو وقت الحساب ده وقت الأهلوية كل الأهلوية اللي بتنتقد من حق كل الأهلوية وكل جمهور النادي الأهلي ينتقد ويقول اللي هو عايزه خلي الناس تنفس عن نفسها لكن دلوقتي يجب أن نقف جميعا أدينا في أدين بعض كل الأهلوية لازم نقف أدينا في أدين بعض المركب دلوقتي في البحر المركب دلوقتي في البحر وعندنا محطة عندنا محطة مهمة جدا أمام القطن والكرة فيها كل حاجة محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل فيه كلام كتير جدا ممكن أقوله لكن اللي عايز أخطب بيه جمهور الأهل الواعي واللي مدرك المرحلة الحساسة اللي احنا فيها كفريق في البطولة الأفريقية أنا عارف أن الموقف تأذن بشكل كبير جدا ولكن لسه الأمل موجود عندنا مباراتين أمام القطن يوم الجمعة وأخرى أمام الهلال هنا التأهل مشروط بخسارة أو تعثر الهلال على الجانب الآخر عشان كده من حق جماهي للناد الأهلي أنها تنتقد تنتقد انتقد كل اللاعبين لأن حضرتك من حقك أن أنت تنتقد لأنه أنت اللي بتحط اللاعبة دي في عشر في سابع سامة والجهاز الفني محدش فيهم ولا لعبين ولا جهاز فني فوق النقض لكن يجب أن يكون التوقيت لو كان من الجماهير ولو كان كمان اللاعبة مؤثرها أنا بطالب الجماهير بالصبر طالما لسه فيه أمل طبيعي نحن ندعم ونقف خلف الفريق وخلينا أقول لحضرتك حتى ممكن تكون هتهديك شوي الحساب كده كده موجود وحيحصل وحيكون حساب عسير جدا سواء تأهلنا أو لم نتأهل افتكروا الكلمة دي كويس جدا لما ربنا يكرمنا افتكروا الكلام اللي تقال في البيت الكبير النهاردة لما ربنا يكرمنا في حالة التأهل أو في حالة عدم التأهل سيكون الحساب عسير جدا فيه إجراءات سيتم اتخاذها أنا مش حقدر أتكلم فيها مش حقدر أقولها لكن أنا حقف في ظهر فريقي وحقساند فريقي على الرغم من اللي عملوه في مبارات بارح لأن هذه الهزيمة لن تمر مرور الكرام حساب وحساب قوي لكن مش ده وقت الحساب المركب لسه في نص البحر أو في التالت الأخير من البحر وناس كتيرة جدا ما حدش عارف إيه اللي ممكن يحصل السنة الجاي طب إيه القرارات اللي حتحصل نادي الأهلي له أنا ما معرف بعديش معلومة على فكر ولكن لما بفكر في اللي حصل قبل كده ومع نفس الفريق طيب إيه اللي حصل يا إسلام قبل كده وإنت بتقول أي كلام وخلاص لا يا فندم أنا ما بقولش أي كلام وخلاص عندما هزم النادي الأهلي من فريق سانداونز هناك المرة اللي فاتت خمسة صفر عقوبات ساعتها يعني عقوبات غير مسبوقة في تاريخ النادي الأهلي وكانت هذه البداية لو تفتكروا نرجع بس سنين أربع خمس سنين وراء وكانت هذه البداية أو بداية جديدة ليست البداية ولكن كانت هذه هي بداية جديدة لعصر جديد لجيل جديد في النادي الأهلي في ذلك الوقت والنادي الأهلي تقريبا تسايت كل البطولات في الاربع خمس سنين اللي فاتوا باستثناء بطولة أفريقيا اللي خسرناها السنة اللي فاتت زي ما حضراتكم عارفين والدوري اللي اتنين الدوري الحمد لله دايما على نعمة النادي الأهلي هفضل أقف وأساند وأدعم النادي الأهلي حتى لو تشتمت ما عنديش مشكلة وده عندي أفضل بكتير إنه هاجم لأننا عارف إن النادي الأهلي هيخرج من هذه الكبوة بطلاً كبيراً مش بالكلام ولكن بتاريخ النادي الأهلي اللي حضراتكم عارفينه أفضل مني وأنا بتعلم من حضراتكم هذا الأمر مرة تانية وثالثة وربعة بإذن الله لو تأهلنا حيكون في حساب وحساب كبير جداً ما تأهلناش حيكون في حساب وحساب كبير جداً فيش حاجة بتعدي في النادي الأهلي أنا اللي ما عنديش معلومة بهذا الأمر خدوا بالكو ولكن أنا متأكد من اللي حصل قبل كده أنا متأكد إن إحنا هنفضل إيه اللي حصل حفظ الأدعم النادي الأهلي وحفظ الورى النادي الأهلي وحفظ الأدعم هذا الفريق وأنا عمري ما هغلط عشان الناس تطلع تسقافلي عمري ما هغلط في الفرقة عشان ولا هنا ولا هنا عشان الناس تطلع تسقافلي عمري ما هعمل هذا الكلام ولكن أنا هقول الصح عندنا أخطاء عندنا أخطاء مصلحة كيان النادي الأهلي فوق كل الناس مصلحة كيان النادي الاهلي فوق اي حد فاللي بقوله لحضراتكم ان الفترة اللي جاية فترة صعبة فترة صعبة حنظل انه ساند ونقف مع فرقتنا تخيل حضرتك ان احنا اللي حصل انا الحقيقة مش عايز افتكر لو تاخدوا بالكم انا عنها حمرة جدا انا يمكن من جمهور النادي الاهلي اللي وانا قاعد بتفرج على المباراة وبعد نهاية المباراة انا كسرت مش عايز اقول لحضراتكم ايه اللي حصل مش عايز اقول لحضراتكم انا يباني علي ان انا هادي وكل حاجة ولكن مش عايز اقول لكم ايه اللي حصل في اخر العشر دقايق في المباراة مني كمشجع كمشجع مش كحاجة لان انا مش عايز افتكر ومش عايز حضراتكم تفتكروا لانه صدقوني لن يمر هذا الامر مهما كانت المكاسب خلال الفترة اللي جاية شوف أنا بقول لحضراتكم إيه خلي بقى لحضراتكم إن شاء الله ربنا حيكرمنا وحنفتكر هذا الأمر أنا دايماً بتعلم حاجة بتعلمها من جمهور الأهل من حضراتكم إن أنا عمري ما حبعد عنا دي حقول وانتقد وأقول إن أنا عندي أخطاء ولكن حيجب إن إحنا نصلحها هنصلحها إمتى في الوقت اللي أنا ممكن أصلح فيه مش والسفينة في وسط البحر ننتظر لما السفينة تقرب عشان نشوف إيه اللي حيحصل ننتظر لما النادي الأهلي أو لما اللعيبة ترجع من القط ونشوف إيه اللي حيحصل الحمد لله النادي الأهلي الأول بفارق كبير عن اللي بعديه في الدوري العام وللسه لو مطشين الحمد لله وصلنا نهاية كاس مصر السنة اللي فاتت ما زال عندك أمل 2-3% 5% 10% حنفضل ورا هذا الأمل وحنفضل دايما بسمة الرياضة المصرية خلال 6 سنوات الأخيرة هي النادي الأهلي افتكروا كده مين اللي كان بيعمل إيه حتلاقوا النادي الأهلي فشل في كل شيء من بقية الرياضات ولكن في النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي دايما بيشرف مصر حنفضل دايما داعمين ومساندين للنادي الأهلي وحنفضل دايما نقول أنه يظل للنادي الأهلي دائما فوق جميع أبناء ونطلع فاصل وبعد فاصل نرجع لكينا اشتركوا في القناة